ترجمة نانسي قنقر وفقا لاختلاف الاشتراطات المدرجة لكل وزارة على حدة تبقى هناك اشتراطات مشتركة بين وزارتي البلديات والإسكان يتطلب العمل على تنسيق التعاون فيما بينهما تأسيس لجنة تنسيقية مشتركة إلا أن أعضاء مجلس بلدية شمالية طالبوا بأن يكونوا أعضاء في اللجنة كي ينطب بهم تعديل اشتراطات كل ما يختص بالبناء في المناطق السكنية طبعا الاشتراطات تختلف بين وزارة الإسكان وبين وزارة البلديات وشكلت لجنة مشتركة بين البلديات وبين الإسكان وزارة البلديات اخترحت اشتراطات جديدة للمناطق الإسكانية لا زال موضوع يراوح من ثلاث سنوات عن هذه الاشتراطات لحد الآن ما وصلنا لحل فإحنا المجلس البلدي طلبنا نكون في هذه اللجنة يكون ممثل من الأعضاء المجلس البلدي في هذه اللجنة وبشكل مستفيد طالب الأعضاء بتغيير عدد من التصنيفات في المنطقة مستدلين بعدة مبررات أحدها تقليل الإزدحام المروري والآخر إقامة مشاريع تجارية فيها وإلى جانب تلك التصنيفات تباحث الأعضاء فيما بينهم موضوع تحويل عدد من العقارات إلى مشاريع سكنية لخدمة المواطنين ارتئنا كمدس بلدي شمالي بتغيير بعض التصنيفات من الحدائقي إلى ذات الطبيعة الخاصة ارتئنا أنه في طلب عليهم لإقامة بعض المشاريع وبعض المشاريع هي قائمة شفنا أنه كان من الأفضل أن نغير هذه التصنيفات أو تغير التصنيفات على أساس أن يكون يعني يتطابق مع الاشتراطات البلدية وتخطيط العمراني تم رفق قرار من قبل مجلس البلدي الشمالي بخصوص تطوير قرية الهاملة في مشروع تطوير القرى والمدن وتم رد سعارة الوزير بخطاب بأن الأمان على لديهم جاهز تنفيذ من حيث المبدأ والآن وكان الخطاب متضمنا أيضا إدراج قرية ثانية فتم دراسة القرى في الشمالية وتم اعتماد قرية الهاملة والقرية حيث تطوير القرى والمدن ملف الباعة الجائلين كان بارزا على السطح إذ توصل فيه أعضاء المجلس إلى اقتراح عمل سوق شعبي بأحد المجمعات بالمنطقة لاتخاذه موقعا دائما لمزاولة نشاطهم التجاري غير الثابت في أيام الأسبوع إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين